الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ووجعلنا من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رَبِّ شُرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَحِلُ الْعَقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَقْوَ مُقَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَدِينَ أَظِمُ Bapak-Ibu majlis pengajian yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Malam ini kita menutupkan penajian Kita sudah masuk bulan Ramadan Untuk menutup penajian kita ini Mari kita awali dengan pembacaan Rautibul Habdad Rautibul Habdad ini Dikaren oleh Al-Imam Habib Abdullah bin A'la bin Al-Haddad Jadi ini Fadilahnya banyak sekali Dalam Rautibul Habdad ini Kita mohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan dengan Membaca Rautibul Habdad Sebelum kita masuk ke Sosya Ramadhan Kita diberikan kekuatan, kesihatan Di Allah SWT Diberikan kelancaran dan beribadah kepada Allah SWT Kerana Al-Habib Abdullah bin A'la bin Al-Haddad Pernah mengatakan Rautibuna kasuril hadidi ala kafatil waladil ladiyan ramu fiha Rautib kami ini seperti pakar besi Bagi seluruh negeri Yang dibaca di dalam Kalau tempat kita ini sering baca Rautibul Habdad InsyaAllah Dijaga oleh Allah SWT Namun sebelum kita baca Rautibul Habdad Ini ada ijazahnya ini Ijazah dari guru saya Kiah Ahmad Muttama Masyuruan Disuruh sebelum baca Rautibul Habdad ini Kita ihda'ul fatihah Mengirimkan surah al-fatihah Kepada Rasulullah Kepada Imam Habib Abdullah bin A'la bin Al-Haddad Kepada Habib Taufik bin Abdul Qadir al-Sakam Kepada Sheikh Na'ud bin Abdul Jalil Sidogiri Kepada Kiai Ahmad Muttama Masyuruan Setelah itu baru kita baca Rautibul Habdad Itu ada saya kasih kotak kopinya Kepada bapak ibu Nanti kita baca sama-sama Kita buka dengan pembacaan Umbung Al-Quran A'udhu Billah bin Al-Shaytan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Niyatisahal Al-Gemal Al-Gemal Al-Fatiha 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 وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايحهم وسلسلة سندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركادهم ونوارهم وصرارهم في الدنيا والآخرة شيء لله وله منفاجح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقوب عليهم ونقالين رب ظلنا آمين نعمل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حظه ما وهو العني العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا وفل لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلاقا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلاقا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمؤمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعفو عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعفو عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا ماتين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا ماتين اكفينا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا علم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد الله تعالى أهل بيته المطهرين وأصعبه المهتدين وتابعين لهم بإعسان إلى يوم الدين علينا ومعهم فيهم برحمتك يا رحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاذ بالعقد ومن شر حاسن لا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلاه الناس من شر الوسواس الخناس الذي وزف في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة على أبوه سيدنا الشهير الكبير الخطب الشهير الفقير المخدم وعمد بن عارب بعلوي أوصله وفرعه وجميع ساداتنا وآل بعلوي أن الله يعني درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من ملكاتهم وأسرارهم ونورهم وأعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله ولههم فاتحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين وإله وحساد دين الصوفية إنما كانوا من شارك الأرض لمغاربها أن الله يحمينا في حمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من مركاتهم ونسرارهم وأدوارهم وعلمهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله ولهم فاتحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى روح سيدنا الشيء الكبير الطب الشهيل الحبيب عبد الله بن عالمي من محمد الحدد صاحب الراتب وصله وفروحه وجميع ساداتنا آل بعضهم أن الله يعني نجادهم في الجنة ويعيد علينا من مركاتهم وإصرارهم ونوارهم وعلمهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله ولهم الفاتحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين وأن الله يغيظ المسلمين ويرحمه المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويلخص أزعرهم ويزدح سلاطينهم ويكفيهم جر الفتان والبليات والمحن ما ظهر منها وما مغن ويحفظ العجاد والمسافرين والغزاء والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصعبهم السلامة ويردهم من أطانهم سالم آمن غائم وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والماظرة ويسينهم الجنة ويخطم لنا ولكم بالحسنة في خير وذلف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء لله ولوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يهم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين رب يفعل لنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمدي وفي نعامه ويكافئ مزيره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم اللهم إنا نسلك بعقل فاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتعدنا بكل خير وأن تتفض علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك أي أهل الخير وأن تجعل من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل معنة وبدنا وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير وأنه ومتبضل بكل خير يا أحمد الرحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أعلم السر مننا لا تهدك السطر عنا وعافنا 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 وكلنا حيث كنا يا أعلم السر مننا لا تهدك السطر عنا وعافنا 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 وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن القاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا لم يزال أعلم يا خبيرا فيما نازل إنك لطيفا لم تزال أعلم والمسلمين يا لطيفا لم يأزل الطبينا فيما نازل إنك لطيف لم تأزل الطبينا والمسلمين يا لطيفا لم يأزل الطبينا فيما نازل إنك لطيف لم تأزل الطبينا والمسلمين جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجزنا مما نخاف الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وتوفيقه وكفى بها من نعمة لايطا راتب الحددد ملاي بأك عمل كان ملاي كل من نعمة ملاي كل من نعمة ملاي كل من نعمة سيدينا الحدد كل ليلة سيخوة يوم مباكة راتب سيدينا الحدد كل ليلة سيدينا الحدد بلاشتلاح إشاء بلاشتلاح مغرب كفاه عن أوراد الليل لأنه جامع نافع مجرم مكة منكوفينها من ويرد ويرد مالام لأن راتب سيدينا سيدينا الحدد سيكون مجتمع الممفهة من رواية جامع مجرم لو دعوة سيدينا الحدد باكة راتب سيدينا الحدد لا بس سيدينا الحدد سيكون في كل الأصحاب يجب أن يجب أن أفهم راتب سيدينا الحدد Bapak Ibu Yang saya hormati Kita melanjutkan kajian kita Dalam kitab Al-Hikam Pada Hikmah yang ke-33 Alaman 24 Tidak terhalang Tidak dihijab Oleh sesuatu apapun Tetapi yang terhalang itu Yang dihijab itu adalah Kita ini Daripada melihat Kepada Allah Allah Maka dalam Makna Melayunya Bahawasannya Hak subhanahu wa ta'ala Dalam seperna sifatnya itu Tidak ada Ia mahjub Tidak ada Ia dihijab Karena Allah itu Lepas dari segala sifat Kekurangan Tak mungkin Allah itu dihijab Oleh sesuatu Kalau Allah dihijab Oleh sesuatu Berarti Allah itu Diberintah oleh sesuatu Lalu siapa yang Dihijab itu Tiada ia mahjub Tiada ia dihijab Dan hanya Yang mahjub itu Engkau Daripada Menilik Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita inilah Yang dihijab Kadang doa kita Tidak tergabulkan Kadang keinginan kita Tidak tercapai Karena kenapa Karena yang dihijab Itu kita Karena penuh hatimu Daripada Dukhan Nushahwati Tahu Dukhan Apa Dukhan Dukhan itu Artinya Asaf Kepulan Asyahwati Syahwat Syahwat Diibaratkan Asaf itu Kalau sudah Ngepul Apa bahasa Kita kalau Ngepul Asaf itu Kalau bahasa Kami seberang Tembung Seperti itulah Arti Kalau sudah Ditutupi Dukhan Dukhan Syahwat Jadi kita ini Dihijab Karena penuh hatimu Daripada Dukhan Syahwat Dan butuh Mata hatimu Daripada Segala Aib Daripada Segala Aib Dan Daripada Segala Cemar Dosa Yang pertama Yang pertama Sudah 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 Dibuktakan Itu yang bahaya Segala Kebenaran Dan mahu Kita terima Contoh Orang-orang Kafir Dalam Al-Quran Allah sudah Menyebutkan Di awal surah Di surah Al-Baqarah Allah menutup Hati mereka Pendengaran Mereka Hati Perlihatan Pendengaran Sudah Ditutup Bahkan Bukan hanya Ditutup Dalam hati Mereka Ada penyakit Allah tak Mengubah Penyakitnya Kalau Cuman Yang terhijab Itu mata Kepala Yang tertutup Masih Bisa Diobati Tapi Kalau Hati Sudah Mutah Susah Nak Ngebatinya Lama Prosesnya Maka Banyakkan Dikir Supaya Hati Kita Tidak Tertutup Maka Kita Dianjurkan Oleh Rasulullah S.W Berapa kali Zikir S.W Minimal 33 Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar Satu La Ilaha Billallah Wahdahu La Syarika Karena Itu kalimat Yang tua Subhanallah Yang pertama Sekali Diucapkan Oleh Malaikat Surah Al-Baqarah Itu Alhamdulillah Yang diperlama sekali Disebut Yang mengucapkan Itu Nabi Adam A.S. Ketika bersin Langsung Mengucapkan Alhamdulillah Allahu Akbar Itu Diucapkan oleh Nabi Ibrahim A.S. Ketika Tidak jadi Menyembelih Anaknya Diganti Anaknya Dengan Ibas Maka Bertakbillah Nabi Ibrahim A.S. Sebelum Tindur Gitu Juga Makanya Syekh Namawi Al-Jaw Al-Bantani Dalam kitab Kasyifatus Saja Ada satu Amalan Yang kalau Mau Diamalkan Boleh Sebelum Tidur Itu Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim 25 kali Eh 21 kali Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Dibagi tiga Tujuh 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 Satu Nafas Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tujuh Kali Satu Nafas Kalau Bisa Kalau Tak Bisa Nak Diapokan Itu Faidahnya Apa Insyaallah Pada malam Itu Dijago Rumahnya Dari Kemalikan Ini Amalan Amalan Ulama Ulama Kita Cuman Barakah Habis Bismillah Dan Kedua Hijab Mata Hati Maka Hijab Mata Kepala Itu Yaitu Aif Yang Asli Yang Ia Sifat Kekurangan Dan Fana Artinya Kita Ini Masih Membutuhkan Sesuatu Yang Lain Tidak Pernah Kita Ini Bekerja Sendirian Masih Butuh Dengan Yang Lain Dan Tidak Melihat Baginya Dalam Akhirat Maka Tidak Melihat Bagi Mata Itu Melainkan Dosanya Seperti Sabda Nabi Sallallahu Sallam Bahwasanya Kamu Itu Tidak Melihat Kamu Kepada Tuhan Kamu Hingga Mata Kamu Kita Tidak Bakal Mengenal Tuhan Kalau Kita Sendiri Tidak Mengenal Diri Kajilah Diri Kita Ini Tangan Ini Allah Yang Ciptakan Segala Yang Ada Diri Kita Ini Allah Yang Ciptakan Kemudian Hijab Mata Hati Itu Yaitu Aib Yang Mendatang Apabila Hilang Dia Misjaya Terbuka Bagi Menghakikan Maka Lihat Hakikat Itu Dengan Aib Dan Ada pun Hijab Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maka Itu Mustahil Iz Lau Ajabahu Shai'un Lasa Tarahu Ma Ajabahu Walau Kana Lahu Satirun Lakana Liwujudihi Hasiran Wa Kullu Hasirin Lishai'in Fahu Lahu Kahirun Wah Hual Kahiru Kau Qa Ibadih Iz Lau Ajabahu Shai'un Apabila Allah Teralang Daripada Sesuatu Lasa Tarahu Mah Hajabahu Pasti Allah Dapat Ditutupi Apabila Dapat Ditutupi Allah Itu Maka Adanya Allah Terkurung Berarti Allah Tidak Bisa Berkuasa Kalau Allah Terhijab Oleh Sesuatu Kita Kalau Masuk Dalam Penjara Terkurung Artinya Ada 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 Polisi Kata Polisi Belum Lepas Belum Lepas Kata Polisi Lepas Lepas Berarti Ada Ada Menguasai Diri Kita Allah Tidak Seperti Itu Kalau Allah Ada Yang Menguasai Ada Yang Menguasai Allah Itu Dikuasai Oleh Sesuai Padahal Allah Itu Memiliki Kekuasaan Tertinggi Di Atas Semua Hamba Hambanya Kalau Ada Kekuasaan Yang Paling Tinggi Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Bisa Menyaingi Allah Karena Jikalau Mendindingi Akan Dia Sesuatu Nisjaya Menutupi Akan Dia Yang Yang Ia Akan Dia Dan Jikalau Ada Baginya Yang Menutupi Dia Nisjaya Adalah Bagi Wujud Yang Menutupi Itu Yang Menyampaikan Dan Tiap Tiap Yang Menyampaikan Bagi Sesuatu Itu Maka Yaitu Baginya Yang Menguras Ada Yang Menguras Maksudnya Yang Menguasai Dan Yang Menguras Itu Memiliki Bagi Yang Dikuras Dan Tiada Sahya Ada Yang Memiliki Bagi Sesuatu Itu Lain Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Itu Maha Tinggi Allah Maha Segala Galanya Allah Maha Esa Allah Maha Perkasah Tidak Butuh Dengan Sesuatu Tidak Butuh Dengan Waktu Dan Tidak Butuh Dengan Tempat Itulah Akidah Kita Allah Tidak Dihejab Oleh Sesuatu Tapi Kita Inilah Yang Terhejab Oleh Sesuatu Itu Sehingga Kita Tidak 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 Mengenal Bermakrifat Kepada Allah Subhanahu Subhanallah Subhanallah Wa Bi Hamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Antas Tidak Waktu Widaik Lebih kurang Mohon Maaf Sebentar lagi Kita akan Masuk Bulan Sejuh Ramadhan Kalau Saya Banyak Salah Banyak Khilaf Saya Mengisi Pengajian Di Sini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bapak Ibu Mudah Mudahan Setelah Ramadhan Masuk Kita Bulan Ramadhan Kita Dalam Keadaan Sihat Yang Membersihkan Segala Dosa Dosa Kita Yang Mengampuni Segala Dosa Dosa Kita Ibadah Dalam Mudah Ramadhan Dilipatkan Kebaikan Dosa Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanallah Yang Telah Lalu Yang Telah Kita Lakukan Saat Kita Bermaksiat Kepada Allah Subhanallah Maka Keluar Kita Dari Mudah Ramadhan Kiatnya Keinginan Kita Harapan Kita Dosa Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Maka Setelah Keluar Dari Bulan Ramadhan Kita Disebut Dengan Idil Fitri Maknanya Adalah Kembali Kita Seperti Bayi Yang Baru Dilahirkan Kembali Suci Tanpa Ada Dosa Dan Noda Lebih kurang Maaf Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh